ما زالت الازمة الاقتصادية التي تضرب اسعار النفط تلقي بظلالها على الكويت وذلك بسبب اعتمادها الرئيسي عليه ولهذا اتخذت الحكومة تدابير عديدة للحد من الانفاق وترشيد المصروفات وذلك لتقليل نسبة العجز في الميزانية سيما بعد ان اعلن وزير المالية ان النتائج الاولية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015-2016 اظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5 مليارات ونصف المليار دينار وسط توقعات بعجز تقديري للسنة المالية الحالية يصل الى 9 مليارات دينار فعلى الرغم من متانة وقوة المركز المالي للبلاد حاليا فاننا نواجه اليوم تحديا خطيرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الانفاق العام ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الارادات العامة والعمل على اعادة هيكلة اقتصادنا الوطني وفي ظل الواقع الاقتصادي بدأت السلطة التنفيذية تطبيق سياسة الترشيد حيث قامت برفع الدعم عن الديزل كما اتخذت قرارا قبل اسبوع بتحرير سعر البنزين اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل وهو القرار الذي افرز ردود فعل شعبية صاخطة على الحكومة للجوئها لجيب المواطن وما ان صرحت الحكومة بقرارها الانفرادي برفع الدعم عن البنزين حتى تلقت وابلا من التصريحات من مجلس الامة رفضا لقرار يثقل كاهل المواطن فهل تتخطى تحركات النواب التصريحات لتصل الى الفعل ليطبق النواب مقولة جيب المواطن خط احمر ام ان الحكومة ماضية في قرارها شاء من شاء وابا من ابا